لك أنت تخيل مثلاً النادي الإسماعيلي سمعت وعلى الموقع الرسمي بعدين شلوها منتهى التهريج يعني قال لك احنا نعمل صور النادي اعلانات الفكرة دي أصلاً من 2006 و2007 و2008 وفكرة مستهلكة بس أنت حاكت تعملها زمان ما كانش فيه سوشيال ميديا ما كانش فيه رعاية ده نهيك أن العقد اللي مع الشركة الرعية أنا ما عرفش العقد اللي اتنمضى السنة دي ايه يعني كان فيه نحقوق الاستاذ أو النادي أو داخل أو خارج النادي من حق الشركة الرعية طب النهار ده أنت حقيق النادي الإسماعيلي اللي هو المنتج اللي أنت هتبيع عليه فيه موقع غير متبيز فهو عنصر غير جازب للمعلنين حقيقة تعمل على صور النادي 100 يفطة بعشر تلاف جنيه يعني ويتشز مين مليون جنيه في الشهر بـ 12 مليون جنيه في السنة طلع الـ 36.5% درائب يعني أنت هيطلع لك حوالي 7 أو 8 مليون جنيه طب الفريم اللي أنت عملته على صور النادي كلفك كم؟ رقم مش أقل من 5-6 مليون جنيه انت حقيق بقى الـ 12 مليون جنيه دولار لما كانوا يقول لك سنة 2006 إلى 2008 كانوا رقم كانت ميزانية النادي الإسماعيلي 30 مليون جنيه النهار ده ميزانية النادي الإسماعيلي مش أقل من 150 مليون جنيه واحد تاني طلع قال لك إيه إحنا حديقة رضا هنعملها مول طب حقيقة مول ده أنا هتطفق معاك إن حديقة رضا اللي هي في شارع منتهى الزحمة في الإسماعيلية هيتعامل مول طب إنت عايز 300 مليون جنيه عشان تعمل مول طب هل الإسماعيلية قادرة؟ هل الإسماعيلية عندناها القدرة الشرائية؟ حيث لما تخاطب الجماهير وتخاطب الناس خاطبهم بشيء يعقل الناس تفهن الكلام طبع يعني أنت عشان تحل نفسك من المشاكل ما تقولش أنا هعمل سور النادي ما تقولش أنا هعمل مول ما تقولش أنا هعمل شركة كورة وإنت أصلا مش عارف تمشي النادي مش هتقبض الموظفين حك اشتغل على نفسك وطور من نفسك بس لا تجهل أن هناك من بعض المشجعين من جمهين النادي الإسماعيلي أو نادي الزمالك أو النادي الأهلي وإنت طالع بتتكلم بتفهم صحيح فمش هتستقبل كلامك صحيح فالموضوع ده فيه فقد يا كريم صح في مصر تماما طبعا